في قناة الأهلي في كل مكان لسه مستمرين في الحديث عن مباراة الأهلي وأتلتكو مدريد هذه المباراة الهمة والهدف الأساسي منها طبعا هدف وطني وده اللي كان الإجراء اللي أخذوا مجلس إدارة النادي الأهلي فور توليه هذه المسؤولية عشان كده معايا في هذه اللحظات الأستاذ عمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أستاذ عمري برحب بحضرتك في البداية أهلا وسهلا برحب بيك ومنورين دايما النادي الأهلي مباراة النهاردة مباراة مهمة مش من ناحية التنافسية لكن لها عديد من الأهداف والعديد من جوانب المهمة جدا اللي ركز عليها مجلس إدارة النادي الأهلي هي رسالة رسالة واضحة من النادي الأهلي إلى الشعب المصري وإلى الشعب العربي الحقيقي المنطقة كلها الحقيقة بمر بمرحلة لازالت مرحلة حرجة جدا والنادي الأهلي دور ريادي ودور ريادي قوي جدا على فكرة في مخاطبة جماهير واللي بتمثل النسبة الكبيرة في الشعب المصري وكذلك الأطراف الأخرى من الشعب المصري كمان اللي هي بتشجع عندها أخرى بتحترم مؤسسة النادي الأهلي وبتحترم مجلس دارة النادي الأهلي على طول تاريخه والحقيقة على مدار تاريخه كله وهنا النادي الأهلي الحقيقة عنده رسالة عنده رسالة مهمة إزاي يقف جميع مصر إزاي يحمي مصر إزاي يوعي شعب مصر إزاي يوعي جماهير الكرة المصرية كل الأطيافها فده ملف مهم جدا الحقيقة يمكن القرار بتاع المباراة دي الحقيقة بالتنصيق مع المملكة العربية السعودية والتنصيق مع الحقيقة السيدة الوزير تركي أل شيخ والحقيقة شركة صلة الحقيقة برعايتها وكل الناس اللي هعندها هدف واضح السلام ضد الإرهاب كنتم ممكن تعمل مباراة بين طرفين مصريين أو طرفين عرب إنما أنت كنت أحابب أنك تجيب حد من أوروبا حد عشان رسالة توصل أسرع عشان العالم كله يفهم كمان أن مصر أمان أن الملف كله الحقيقة مهم جدا لنا فأعتقد يعني الرسالة المفروضة أنها وصلة لكل جمعة الشعب المصري من خلال النادي الأهلي وللفترة الجاية النادي الأهلي هيبقى ليه دور مهم جدا وإحنا فاهمين دورنا كويس قوي للفترة الجاية وفاهمين إزاي النادي الأهلي يبقى ليه دور رئيسي في إحماية مصر وإحماية جمهورية مصر العربية بشكل قوي جدا متوعية الشعب المصري ممكن أنا عدت الكلام تاني عشان أوضح لأن احنا بمر بمرحلة الحياة مهمة داعمين بشكل قوي جدا الحياة للسياة الرئيس داعمين لسياسة جمهورية مصر العربية على كل المستويات إن شاء الله بإذن الله رب العالمين كده مصر دايما تبقى بخير إن شاء الله بإذن الله أستاذ عمري طبعا عقب فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات مفيش كام يوم وعرفنا مع هذا المباراة أكيد كان فيه تجهزات قبل كده تجهزات دي بتدت من إمتى بالتحديد لا هو الطبيعي الحياة المجموعة اللي في مجلس دارة دلوقتي الحياة يمكن عشان كمان كلها مجموعة واحدة فإحنا كان عندنا برنامج أعلناه برنامج عائلة النادي الأهلي البرنامج دا الحياة فيه ملفات كتيرة جيدة من ضمنها يمكن إحنا قلنا ملفات العلاقات الدولية ملفات الخدمة المجتمعية ملفات وطنية كاملة على كل المستويات على فكرة مش الملف الوحيد اللي احنا اشتغلنا عليه فور الحمد لله يمكن تسلم القيادة في النادي الأهلي احنا فيه العديد من الملفات الحاشة غالة بالتوازي يمكن الناس هتشوف الفترة الجاية يمكن لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي يبقى خلال تلات أسابيع من استلام مجلس دارة النادي الأهلي يبقى فيه سبع تمن اجتماعات ما بين مجلس دارة ومكتب تنفيذي يمكن حاجة ما حصلتش قبل كده أن يبقى فيه أربع اجتماعات مجلس دارة في شهر ويبقى فيه حوالي تلات أو أربع اجتماعات أو خمسة كمان يمكن مع نهاية الشهر المفروض يعني النهاردة يبقوا للمكتب تنفيذي أعتقد ده معدل عالي جدا اجتماعات بتتأخر بفترات طويلة ده معانا أنه فيه دراسات قوية جدا بالتهم اللي جان كلها على مستوى الأعضاء مجلس دارة الحياة شغالة بكفاءة عالية جدا 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 الحقيقة ويمكننا لما بقول جدا 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 دي رسالة عايزة أوصلها لأن الناس بتشتغل كلها بتشتغل على خطوط طوازي وبنلتقى على طول دائما في نقطة وعلى اتصال دائما ببعض أعتقد الفترة الجان ان شاء الله الجمهور الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وهتحس بدوت هتحس ده في قرارات هتحس ده في انطبعات هتحس ده في تحرقات سريعة جدا بتتم الفترة الجان ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله طيب لسه بنتكلم عن مباراة الأهلي وأتلتكم مدريد وكان فيه قرار بدعوة بعض اللاعبين العرب للمشاركة في هذه المباراة وأيضا دعوة حسام غالي أحد كبات ورموز أكيد النادي الأهلي خلال الفترات السابقة القرار ده خدته إمتى فكرته فيه أكيد قرار مهم جدا يكون أيضا العرب بيشاركوا النادي الأهلي في هذا الحدث الوطن المهم وهنا زي ما قلت لك هو هي الهدف كله من المباراة واستطافة عدد من الحقيقة اللاعبين العرب هي رسالة رسالة توحيد رسالة انتماء للمنطقة العربية والجمهورية المصر العربية رسالة ان احنا كلنا ملتزمين مع بعض كلنا موجودين مع بعض كلنا بنحارب الإرهاب كلنا بنتحرك ودي الحقيقة مش ملف الندي الأهلي ده هو ملف الدولة وملف الحقيقة سيادة الرئيس الحقيقة شغال على ملف علاقات دولية قوي جدا وشغال على توحيد المنطقة العربية بشكل قوي جدا الحقيقة بنشوف المملكة العربية السعودية بنشوف دولة الإمارات الشقيقة بنشوف الحقيقة العديد من الدول العربية الحقيقة على طول مع مصر بشكل قوي جدا ودي الرسالة اللي انت عايز توصلها من خلال الرياضة ان احنا كمان لما النهاردة قرروا من قبل فريق زي أتلتكم مدريد بنكرروا برضو بمجموعة من نفس العناصر بشكل مختلف مع بعض ان شاء الله بإذن الله رب العالمين زي ما قلت لك ان شاء الله لنا دور قوي جدا في توعيد الشرع المصري الفترة الجاية فريق أتلتكم مدريد اكيد فريق كبير جدا في أوروبا مش دور إسباني بس عايزة عرف هل كان فيه أسماء فرق أخرى مطروحة بالنسبة للمجلس الإدارة لمواجهة النادي الأهلي والله يمكن احنا روحنا على طول على أتلتكم مدريد بشكل عام انما الفترة الجاية هيبقى في العديد من الفرق الفترة الجاية النادي الأهلي يمكن احنا فتحنا الملف ده لو متذكرين قبل مع المقوية ما التقنا بريال مدريد ثم برشلونا ثم بعد كده إيس روما العديد الحقيقة بالزبط كده من الفرق اللي بدأنا نسترجعها وده الحقيقة ده التاريخ بتاع النادي الأهلي لو رجعنا كده من زمن كبير قوي كنا بنلعب ده و بنلعبه في الستينات والسبعينات كان فيه فرقة كبيرة جدا بتيجي تلعب مع النادي الأهلي احنا استرجعنا الملف ده الحياة سنة 2004 و2005 و2007 وماشينا عليه وان شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه لأنه ده ملف خبالك لي علاقة بسحة رياضية لي علاقة باحتكاك لي علاقة كمان باعلاقات دولية لي علاقة كمان بتوقامات بتتعامل بتشوف الملفات ازاي الناس بتديرها ازاي بتشتغل ازاي بتطور الملف بتاعها ازاي فكل الحاجات دي الحياة مهمة جدا الفترة الجاية وان شاء الله بإذن الله رب العالمين كنا عندنا ملف قوي جدا حتى في أفريقيا كمان حياة محتوط ملف للعلاقات الدولية في أفريقيا برضو إزاي بالفعل بلينا دور مؤثر جدا مع بلدنا بشكل قوي جدا الفترة الجاي دي كانت قولة مفاجآت مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد مبرات الأهلي وقتلتكم مدريد هل حيبقى فين مفاجآت أخرى قريبا إن شاء الله ما أنا قلت لك إحنا شغالين على التوازي شغالين على تطوير بنية إنشائية كاملة للنادي الأهلي الفترة الجاي إن شاء الله بإذن الله شغالين على إن إحنا بندرس الفرع اللي هو بتاع تجمع الحياة اللي كانت الأرض جات من مجلس درس سابق الحياة بنشتغل على ملف بشكل قوي جدا بنشتغل على ملف خدمة مجتمعية بيتجهز قوي جدا لمصر بشكل قوي جدا إزاي بقالينا دور فيه إزاي بقالينا دور كمان مع الحوار مع جماهير النادي الأهلي الفترة الجاية إزاي بقالينا دور كمان مع عضاء النادي الأهلي إزاي كمان نطلع بالأكبر كم من شباب أعضاء النادي الأهلي المميزين جدا في كل المجالات وزي نتلحهم تحت دائرة الضوء كده بشكل قوي جدا شغالين لأول مرة على 14 لجنة تبقى في النادي الأهلي من أعضاء النادي الأهلي معدالها تقريبا حوالي 50% منها شباب 20% منها مرأة ملف بتغير بشكل جديد بيطلع بشكل مختلف برضو نفس القصة الاقتصادية بتاعت النادي الأهلي والنادي الأهلي واقتصاديات النادي الأهلي الفترة الجاية تطلع بشكل قوي جدا العلاقات الدبلوماسية بشكل قوي جدا بتجهز لها كل الملفات بالكامل بنشتغل فيها على التوازي تطوير النشاط الرياضي واقعادة ترتيب ملفه على كل المستويات وكان فيه عدد كبير جدا حياة من ملاحظات اللي رصدناها الحياة في الانتخابات بدأنا نشتغل عليها بشكل قوي برضو جدا التأمين الطبي وملف التأمين الطبي يعني بص ملفات كتيرة كل الملفات على فكرة فتحات مفيش ملف واحد تم إعلانه فترة الانتخابات لم يفتح فيه العمل خلال التلات أسابيع بما فيهم ملف الاستاد كله بما فيهم ملف الاستاد بما فيهم بص كل الملفات قناة النادي الأهلي كمان الحقيقة للفترة الجاية إن شاء الله هيبقى لها شكل مختلف إن شاء الله بإذن الله يمكن إحنا بس في مرحلة تحضير الشهر دوت شهر واحد هيبقى فيه برضو سطف بعد كده هيبقى الدنيا هتنطلق بشكل جديد هيبقى تنطلق برضو بعدد برامج فكرها مختلف بعدد برامج فكرها متطور إحنا كمان حابين إن إحنا تمالي نبقى الريادة لنا زي ما هي في كرة القدم وزي ما هي في ألعاب أخرى تبقى في كل حاجة إن شاء الله بإذن الله فرصة أحرارك معي وحضرتك كنائب رئيس النادي الأهلي وفي ملف مهم جدا هو ملف عودة الجمهور للمدرجات يمكن الجمهور كان عاد لمدرجات في المباريات الأفريكية وكان يمكن شيء إجباري من الاتحاد الأفريكي ضروري تواجد الجمهور في الملعب في المباريات الأفريكية لكن ينقص جمهور النادي الأهلي وحضور المباريات المحلية سواء بطولة الكاس أو بطولة الدورة وده شيء مهم وخصوصا أن الجمهور دايما بيبقى داعم أساسي وعنصر مهم جدا نفوز النادي الأهلي في مختلف المباريات أكيد بص هكون أمين معك في العرض ممكن أنا في فترة توليت وزارة الرياضة في فترة معانة وبالتالي الملف ده ملف مهم جدا للدولة والنادي الأهلي واخد المبادرة الحقيقة بالمشاركة بكوة وعرض الحلول بكوة خلال الفترة الجاية لعودة الجماهير لأن الحقيقة بالنسبة أننا جمهور دا حياتنا والحقيقة بالنسبة كمان للعابة النادي الأهلي الجمهور دا بيمثلهم طاقة قوية جدا بيقدر في لحظات يفوقهم بيقدر في لحظات يدفع بيهم للأمام بيقدر في لحظات يشجعهم تمالي لما بيحصل أي إخفاق أو أي حاجة بالعكس الجمهور بيبقى سبورت أكتر بيديك دفع أقوى وبالتالي أنت مش محتاج أنك تفقد عنصر رئيسي من عناصرك الرئيسية الحقيقة اللي هي دايما طول عمرك اللي هي دور في أن الأهلي يبقى ليه الريادة والدولة الحقيقة الفترة الجاية عايزة ترجع جماهير وعايزة تشتغل على الملف بشكل قوي جدا وإحنا بدأنا نتحرك فيه على فكرة يمكن كان عندنا اجتماع من حوالي 4-5 تيام الحياة مع الكابتن محمود وإحنا بنرتب الملف ده إزاي هننطلق بيه إزاي إزاي هنتحرك فيه إزاي إزاي ممكن ننسك مع الأجهزة بتاعت الدولة مع اتحاد الكورة مع وزارة الشباب الرياضة مع الأجهزة المعنية كل الكلام ده كله إن شاء الله كده يكون فيه قريب كده إن شاء الله يكون فيه عودة للجماهير بإذن الله مع بداية الدور الثاني إن شاء الله يتواجد جمهور يريد تاريخ مش عايزة تاريخ بس الملف هيرجع وبسرعة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أخيرا عايز من حضرتك رسالة سواء العضاء النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي الحمد لله بنشكركم على طبعا عضاء النادي الأهلي على السقة الغالية يمكن الكابتن محمود الخطيب الحقيقة وأنا والمجموعة كلها الحقيقة في مجلس دارة بتشكركم الحقيقة على الحضور المشارف في الحياة للجماعية العمومية الكبير جدا بنعادكم بإن النادي الأهلي شكله إن شاء الله لفترة الجاية كمان هيتغير للأفضل جمهور الأهلي عايزة وصل لرسالة مهمة جدا بتمثل النسبة الأكبر من الشارع المصري بتمثل النسبة الأكبر من شعب مصر وبالتالي لازم تعي كويس قوي الملف الوطني المهم جدا للدولة لازم الشعب المصري يتوحد حول دولته لازم الناس تشتغل لازم الناس تتحرك لازم الناس تفكر لازم الناس تحب بلدها لازم الناس تدفع عن بلدها لازم الناس تحافظ على بلدها مطلوب الكلام ده الناس تفهمه بشكل كبير جدا واعتقل ان احنا ان شاء الله هيبانينا دور مهم جدا في هذا الملف ان شاء الله شكرا متمنى انكم التوفيق ان شاء الله خليك مرسي جدا لزوك وشكرا ده طبعا كان لقاءنا مع الأستاذ العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الأهلي في إطار الحديث اللي لسه مستمر أكيد وحيستمر عن مبارات أتلتكو في مدريد والنادي الأهلي هذه المباراة الهمة جدا من جميع الجوانب زي ما اتكلمنا مع الأستاذ العمري فاروق على مدى أهمية هذه المباراة أكيد نتمنى التوفيق دايما لمجلس إطارة النادي الأهلي والنادي الأهلي بشكل عام فيما هو قادم في مختلف الأحداث الخاصة بالنادي الأهلي ونتمنى التوفيق بتحديد ان شاء الله ان المباراة النهاردة تخرج بالشكل اللائق اللي يليد طبعا بكله بمهور النادي الأهلي